مرحبا من جديد انطلقت فعالية المؤتمر الثلاثين الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد تحت عنوان فقه بناء الدوء الدول رؤية فقهية عصرية والذي يستمر على مدار يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي كلمته أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن بناء الدولة الوطنية وقوتها واستقرارها مطلب شرعي كما طلب العلماء والمختصون بتفنيد دعاوى الجماعات الإرهابية وتوعية المواطنين من أضرار ما تقوم به كان بناء الدولة وتقوية مؤسساتها مطلبا شرعيا ووطنيا وحياتيا تحديات كثيرة باتت تحيط بالدول وتهدد استقرارها بعضها أخطار تتخذ من الدين ستارا لتحقيق أطماع جماعات بعينها بعد تحريف وتحويل بعض أحكام الدين لتتفق مع أهداف وأغراض هذه الجماعات متغيرات ناقشها المؤتمر الدولي الثلاثون للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاء تحت عنوان فقه بناء الدول وإلى جانب العلم والعمل لابد من الولاء والانتماء للوطن وإيصال مصالحه العامة على المصالح الخاصة والشخصية وإدراك أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان المؤتمر جاء بمشاركة 500 شخصية يمثلون 57 دولة حول العالم ناقش حضوره الأسس التي تبنى عليها الدول تلك الأسس التي أقرتها مبادئ الإسلام استمحة وتضمن تحقيق التعايش السلمي بين الشعوب والتعايش السلمي الذي نقصده ونؤكد عليه هو القائم على دعائم المسالمة والأمان والاطمئنان وقبول الآخر مع اختلاف معتقداته وفي ذات الوقت يمنح كافة الحقوق بالبر والقصد والعدل والحفاظ على كرامته إن مهماتنا الدينية تقتضينا دعم الأمن والأمان والاستقرار وتحسين عيش الناس والاهتمام بالمساواة والعدالة ولا طريق لذلك غير الدولة الوطنية القائمة التي التزمت الدستور العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون تفرقة أو عنصرية من أهم قواعد بناء الدول أساس متين أقره الدين يعطي مناعة لأبناء المجتمع في وجه ما يحاك لمجتمعاتهم من فتن ومؤامرات أبين سبحانه أن من كمال العدل الالتزام بالعهود والمواثيق العامة والخاصة الإقليمية والدولية مع المسلم وغير المسلم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال الله تعالى محذراً من الظلم والفساد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أما سياسة الدنيا فأبوابها واسعة والاجتهادات فيها متجددة تخضع لتطور الزمان والمكان ولكنها مهما تطورت وتغيرت فلابد أن تحقق المقاصد الإنسانية الكبرى في حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل وحفظ الوطن ويبقى الدين والتمسك بصحيح أحكامه وقيمه وما ينص عليه من مبادئ حائط الصد الأول للمجتمع ضد ما يحيط به من أخطار الأمر الذي يعظم من دور تصحيح المفاهيم والرؤى باستمرار لتبقى هذه الأحكام نقية بعيدة عن أهداف المغرضين سوزان مصطفى التلفزيون المصر